السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس اليوم هو درس هو عبارة عن شرح بسيط فقط لمشكل يقعتنا تثبيت احدى برامج الادوب سواء البرمير برو او الفوتوشوب او اليلستراتور او الافتر افكت ويظهر المشكل كالتالي نأتي الى الكرياتيف كلود عندما نقوم بعمل مثلا بعمل استالي لاحدى برامج الادوب يظهر بعد مدة من تثبيت يظهر مثلا مثلا حاولت ان اثبيت برنامج الادوب ويكتب ايشك دور انستالاتيون بمعنى ان هناك مشكل في التثبيت حل هذا المشكل هو شيء بسيط فقط نذهب الى برنامج الحماية في الحاسوب وهو يعني نستعمل برنامج الافاست انت انظر يعني البرنامج الحماية الذي تقوم بتثبيته وتذهب الى برامتر او الاعدادات الخاصة بذلك ببرنامج حماية هنا بالنسبة البرنامج الافاست اتي الى كونفوزونت واقوم بتعطيل كافة هذه الخيارات كافة هذه الخيارات المتواجدة هنا اتي الى هذا المكان واقوم بالضغط على اقوم بالضغط على اغتي ديفينيتيف ما يعني اقوم بتوقيف برنامج الافاست الى غاية ان اقوم بتثبيت برنامج الادوب اعمل وي وهكذا بالنسبة لباقي الخيارات الموجودة هنا و اعمل اوكي ثم اقوم بالخروج وبعد ذلك اقوم بالضغط على اسي وسوف يبدأ البرنامج بتحميل هذا بالنسبة للانديزان ما بالنسبة لباقي البرامج فهي نفس الشيء تقوم بتوقيف لبرنامج الحماية ثم تبدأ من جديد باعادة تثبيته هذا فيما يخص هذا المشكل هناك مشكل اخر اظن ان الاغلبية من الاصدقاء قاموا بالشرح هذا المشكل لكن هذا المشكل بالضبط اثناء التثبيت من خلال برنامج كرياتيف كلود لم يتطرق له اي احد وهذا هو الحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة